آخر قصصنا في هذه الفقرة كالعادة تأتينا من المنصة صديقة مسبار المنصة نشرت تحقيقا تحت عنوان هل يمكن مشاركة الفرق السعودية في دور أبطال أوروبا وجاء فيه انتشرت في لايام الأخيرة أخبار وتقارير صحفية تفيد بأن السعودية تريد سماح بمشاركة فرقها في بطولة دور أبطال أوروبا بدءا من موسم 24-25 وذلك بعد ضم عدد من نجوم كرة القدم إلى فرقها وردا على الأنباء المتداولة أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المساحل عدم وجود أي اتفاق على مشاركة الأندية السعودية في بطولة دور أبطال أوروبا وأضاف التحقيق أن بطولة دور أبطال أوروبا هي مسابقة كرة يستضيفها الاتحاد الأوروبي يوثى وتتكون بشكل أساسي من فرق تابعة أو أعضاء في الاتحاد الأوروبي لكن هناك عددا قليلا من البلدان التي قد لا تكون في الواقع داخل أوروبا ولكنها خاضعا لاتحاد الأوروبي لكرة القدم بما في ذلك القريبين من دول أوروبية مثل كازاخستان وأذربيجان وأرمينيا إضافة إلى إسرائيل بعيدة عن القارة لكنها تشارك في البطولات الأوروبية لأسباب سياسية معروفة لأنهم من الصعب أن تستطيع اللاعب مع دول إفريقيا وآسيا بسبب رفض الدول العربية والإسلامية لإسرائيل